الحمد لله المتفرِّد بالكبرياء والبقاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له صاحب العزة والبقاء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأنبياء اللهم صلِّ وسلِّم وبارِف عليه وعلى آله وأصحابه أهل الخير والتُقى اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا ورسولنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أهل الخير والتُقى أما بعده فيا أيها المسلمون اتقوا الله جل وعلا فاتقوا سبيل الفلاح وطاعة الرحمن أساس كل فوزٍ ونجاح أيها المسلمون أخطر شيءٍ اليوم على المسلمين تكالُبهم على الدنيا والتنافس فيها تنافس السباء على الفريسة كلُّ ذلك لذات الدنيا بدون إيذار الآخرة الباقية ودون أن يكون هذا الحب لهذه الدنيا الفانية محكوماً بضوابط الشرع وتوجيهاته وتأليماته فلقد حذَّرنا ربُّنا جل وعلا من هذا المسلك يا أيها الناس إن وعد الله حقٌّ فلا تغُرَّنَّكم الحياة الدنيا ولا يغُرَّنَّكم بالله الغرور المؤمنون أصحاب رسالةٍ ساميةٍ ينظُرون لهذه الدنيا على أنها مزرأةٌ للآخرة فيتزوَّدون منها ويقلبون فضل الله جل وعلا وفق أوامده أزَّ شعن قلوبهم متألِّقةٌ بالآخرة والعمل لها مع أخذهم بنصيبهم من الدنيا بالعمل النافئ المُذمر والتجارة المحكومة بتقوى الله جل وعلا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتقوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً لعلكم تُفلِحون وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسَ نصيبَكَ من الدنيا وأحسِن كما أحسَن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن المُتابِع لأحوال الأمة اليوم على مُستوى أفرادها ومُجتمعاتها وحُكَّامها ومحكوميها يجدُ أن سبب الشقائي وأصل المصائب والأنى عند كهيرٍ من الناس وأن أساس المحن والفتن تغليبُ حُب الدنيا والافتتانُ بها وجعلُها محكومةً للتوجُهات والإرادات والمقاصِد ومُسيطِرَة على الأفعال والأقوال والتصرُّفات فأصبح كثيرٌ يُوالِي على الدنيا ومن أجلها يُآدون ولذاتها يُقاتلون فحينئذٍ وقَعَ لهم الشقاءُ بأنواعِه وفقدُوا السعادة والفلاح والعزَّاء والنجاح ومن أجل هذا حذَّرت نصوص الإسلام من هذا المسلك الوقيم والمنهج الأثيم قال جل وعلا وما هذه الحياةُ الدنيا إلا لهُ ولعِب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون ورسولُنا صلى الله عليه وسلم يقول في قِصَّةٍ مع الصحابة رضي الله عنهم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تُبسَط الدنيا عليكم كما بُسِطَت على من كان قبلكم فَتَتَنَافَسُوا هَا كَمَا تَنَافَسُوا هَا فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ مُتَّفَقٌ عليه وفي حديثٍ آخر أنه صلى الله عليه وسلم جلسَ على المنبر قال أبو سعيدٍ وجلسنا حوله ثم قال عليه الصلاة والسلام إن مما أخافُ عليكم من بعدي ما يُفتَحُ عليكم من زهرة الدنيا وزينتها متفقٌ عليه إن الفلاحة الدنيويَّة والأخروي إنما يكون في تحقيق تقوى الله جل وعلا وطاعته والحذر من مزالِق حب الدنيا أو أن تؤثر على تقوى الله جل وعلا بنقصٍ أو تفريطٍ يؤثر على هذه الحقوق اللازمة إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون وحبيبُنا ونبيُّنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم يقولُ إن الدنيا حلوةٌ خضِرة وإن الله مُستخلِفُكم فيها فينظُر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء رواه مسلم وفي حديثٍ آخر يُخبرُ صلى الله عليه وسلم عن فتنة هذه الأمة فيقولُ إن لكل أمةٍ فتنة وفتنة أمتي وفتنة أمة المال أي أنهم يُمتحنون بهذه الدنيا هل يجعلونها في طاءة الله جل وعلا هل يقومون بواجِب الله وحقوق رب العالمين أم يُؤثرون الدنيا وتُفضِي بهم والعياذ بالله إلى المُحرَّم والمذموم أُمَّة الإسلام أشدُّ الأمور خطرًا على العبد أن يُزهِقَ أرواحًا بنيئةً أو أن يهتِكَ أعراضًا نقِيَّة أو أن يسلِبَ حقوقًا مرئيَّة أو أن يقعَ في ظُلمٍ للخلق بأي وجهٍ من الوجوه من أجل دنياً فانية ومتاءٍ زائل من أقبح الأفعال فعلٌ يُبعدُك عن رضا رب العالمين لأجل دنياً حقيقةٍ وعرضٍ زائل من أشنع المسالِك مسلكٌ يُلقِي بأوامر الله جل وعلا ظهريًا من أجل منصِبٍ زائفٍ أو كُرسيٍ أو كُرسيٍ لا يبقى قال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم قولًا ينبغي أن يكون أصباعوننا ما ذئبان جائعان ما ذئبان جائعان أرسلا في غنمٍ بأفسدَ لها من حِرص المرَّة على المال والشَّرف لدينه فحبُّ المال وحبُّ الشَّرف إذا لم يكن محكوماً بطاعة الله جل وعلا فإنه يكون من مفسدات الدين والعياذ بالله إنَّ من يُقدِم على إفساد دينه لأجل دنياه من جمع مالٍ أو حِرصٍ على منصِبٍ أو وظيفة فهو سائم في هلاك نفسه آجِلاً أم آجِلاً سُنَّةٌ إلهيَّةٌ ماضيَة لا تتبدَّل ولا تتغيَّب فلقد دعا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على من كان هذا شأنُه تأس عبدُ الدينار تأس عبدُ الدرهم تأس عبدُ القطيفة والخميصة إن أُعطي رضي وإن لم يُعطَ لم يرَّى رواه البُخاري إن حُبَّ الدنيا إن حُبَّ الزآمَة إن السعي إلى المناصِب والقيادة مذمومٌ لذاته لا سيَّما حينما يُساوم المرء فيها ألا أمرٍ من أمور دينه أو يتنازل عن واجبٍ من واجبات خالقه قال صلى الله عليه وسلم إنكم ستحرِصون على الإمارة وستكونُ ندامةٌ يوم القيامة رواه البُخاري وحينما قال له أبو ذر ألا تستعملُني يا رسول الله قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزيٌ وندامة إلا من أخذها بحقِّها وعدَّ الذي عليه فيها اللهم اجعلنا ممن يستمعُ القول فيتبِيُ أحسنَه وممن إذا أذنَب استغفَر وإذا أُعطِيَ شَكَر وإذا ابتُلِيَ صَبَر أقول هذا القول وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَاءِ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَمْدِ فاستغفِروه إنه هو الغفور الحمد لله وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه أما بعدها يا أيها المسلمون إن الواجب على المسلمين اليوم وهم يعانون من هذه المحن ومن هذه الفتن التي لا يعلم عاقبتها إلا الله جل وعلا أن يستدركوا أمرهم وإن على أهل الحل والعقد من حكام وعلمان وأمراء ووجها في ديار المسلمين أن يسعوا إلى لمِّ الشم وجمع الكلمة بإصلاح الوضع وفق منهج الإسلام الذي لا تصلح الأمة إلا به وألا من تحمل مسؤولية في بلاد المسلمين أن يقودهم بالإسلام أن يسير بهم أن يسير بهم وفق الوحي المطهر والسيرة النبوية العظيمة وسيرة الخلفاء الراشدين فيجب علينا أن نقرأ هذه السير وأن نقتدي بها وأن نجعلها حاكمةً لنا في تصرفاتنا وفي مسالكنا إن الأمور لا تصلح ولن تعيش المجتمعات الإسلامية في رغدٍ ورفاهية وخيرٍ وصلاح إلا بهذا المنهج وبتقديب أهل الخير والصلاح وأصحاب الإخلاص والصدق والنزاهة قال صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبيٍ ولا استخلف من خليفةٍ إلا كانت له بطانتاً بطانةٌ تأمره بالمعروف وتحُضُّه عليه وبطانةٌ تأمره بالشر وتحُبُّه عليه والمعصوم من عصم الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بالأمير خيرًا إذا أراد الله بالأمير خيرًا جعل له وزير صدقٍ إن نسيَ ذكَّره وإن ذكَر أعانه وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوءٍ إن نسيَ لم يُذكِّره وإن ذكَر لم يُعِنه رواه أبو داود بإسنادٍ جيد فإنما أصابنا في بلاد المسلمين إنما هو بالبُعد عن المنهج الذي خطَّه نبيُّنا صلى الله عليه وسلم وسطَّره أبو بكرٍ وعمر وعُثمان وعلي وغيرهم من الصحابة ممن تولَّى للمسلمين ولايةً أو مسؤولية ولا يهلك على الله جل وعلا إلا هالك وقال قائلهم أمرتهم أمدي بمنعرج اللواء فما استبال النُصحَ إلا من ضُحَى الغد ويقول الآخر أمرتك أمرًا جازمًا فأصيتني فأصبحت مسلوبَ الإمارة نادِما اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا ورسولنا محمد وارضَ اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن الآل والصحابة أجمعين ومن تبِعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين اللهم أصلِح أحوالنا وأحوال المسلمين اللهم اجمع كلمة المسلمين على حُبِّ محمدٍ صلى الله عليه وسلم وعلى تغليب سُنَّته في حياتهم اللهم وفِّقهم للعمل بالقرآن والسُنَّة اللهم اخذُل من خذل هذا الدين اللهم من أراد بمجتمعاتنا تغريبًا فعليك به اللهم من أراد بمجتمعاتنا غير الإسلام فعليك به اللهم من أراد بمجتمعات المسلمين سوءًا أو معسيَةً فعليك به فإنه لا يعجِزُك اللهم وفِّق المسلمين لكل خير اللهم احفظهم في كل مكان اللهم احفظهم في كل مكان اللهم احفظهم في كل مكان اللهم ارفع السوء والضرَّان إخواننا في سوريا وفي فلسطين يا حي يا قيوم اللهم ارفع عنهم هذه السوء اللهم ارفع عنهم الضر اللهم ارفع عنهم الضر اللهم ارفع عنهم الضر إنك على كل شيء قديد اللهم عمَّ بالرخاء بلاد المسلمين اللهم اجعلهم في رخاء وسخاء وفي أمن وإيمان يا أرحم الراحمين اللهم اسفع exchanger اللهم وفِّق ولِّي أمرنا لما تحِبُّ وترضَى اللهم كَ رافع Denver Hans- الله همَّ وفِّقه لما تحِبَّ وترضَى اللهم وفِّقه لما تُحِبُّ وتلضَّى اللهم وفِّقه ونائبه لكل خير اللهم وفِّقهما لكل خير اللهم ارزُقهما البطانة الصالحة الناصحة يا حيُّ يا قيُّو اللهم احفظ بلاد الحرمين اللهم احفظها بالإسلام اللهم احفظها بالتوحيد والعقيدة الصافية اللهم احفظها بالتوحيد والعقيدة الصافية يا حي يا قيوم وجميع بلاد المسلمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واقنا عذاب النار اللهم أسقنا اللهم أغثنا وأغث المسلمين اللهم أغثنا وأغث المسلمين اللهم أغذنا وأغذ ديار المسلمين يا حي يا قيوم يا غني يا حميد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين